لهذا الوطن طيب تأجيل بطولة كأسه أفريقية للصيف شفته إزاي وهل هيفضل في المغرب ولا هيتم تغيير المكان لا هوا مش هيتلعب في المغرب غالباً بنسبة كبيرة نتيجة الظروف السياسية اللي ما بين الجزائر والمغرب وده كان قرار حكيم جداً من مجلس إدارة الالتحاد الأفريقي ليه؟ ان احنا عايزين كل الفرقة تبقى موجودة مش هنالعب بطولة أفريقية من غير ما يكون الجزائر موجودة فولا هتتلعب في المغرب ولا الجزائر ولا الجزائر ومصر اشترطت أنه أن أنا أفضل محافظة على 24 24 إن هي المؤهلة للأمبياد وده برضو حاجة أنا بصراحة تتحسب لللجنة اللي موجودة اللي بتدير الالتحاد أنه هم وقت 24 هم دفنت لي ممكن بيبوش موجودين ولكن فكروا لمصلحة البلد وقرروا أن لو هاخد أخد 24 واخد الموافقة عليها من دلوقتي والتصويت ومعنديش مشكلة بقى 22 لو أنتوا عاوزين أن أنا أستضيفها أخدها بس ما تأثرش على 24 وده بصراحة يعني زي بيقولوا عين العقل بس الاتحاد الأفريقي مش هيديهم 22 و 24 بصي لو ما تعرفيش خلينا برضو نتكلم بمتصرح ليه لأن أنتي بتدوري على جهزية الملاعب وجهزية الفنادق وجهزية الوضع اللي إحنا فيه الصحي في البلاد الأفريقية الموجودة أعتقد أن هم يعني ممكن يرجع تاني لمصر بنسبة كبيرة يعني أنا شايف من وجهة نظري أنه بنسبة كبيرة لو مش هتروح البطولة في بلد أفريقية تحت بلد أفريقية غير الأربع دول العربية غير الشمال آه بزبط اللي هو مصر توليس الجزائر المغرب اللي غالبا لو هترجع هترجع لمصر وما فيش دولة أفريقية غير الأربع دول العربية رضيت باستضافة البطولة هترجع لمصر وهيوافقوا على الشرط إن أنا ستضيف 22 و24 يعني هيبقى فيه نقاش طبعا وهيبقى فيه ديسكاشن يعني مع الاتحاد المصري ولكن ممكن الاتحاد يقرر أنه يعملها في بلد المقر في كوت دي فور كوت دي فور ممكن يقرر يعملها في بلد المقر يعني ساعات لما بتحصل مشكلة يعني حصلت قبل كده مرة في أبطال طبعا وممكن كاتف وور ما توفقش ممكن لسه كل الكلام ده يعني قبل نهاية فبراير أعتقد أنه كله هيبقى لازم يبقى بتحدد لأنها كمان مش بتتكلم عن أفريقية اللي في ستة انت كمان بتتكلم أنه حتى كاس كقوس والسوبر الأفريكي لسه مش عارفين هيبقوا في دولة واحدة لأنه هم غالبا كانوا الأبطال الكقوس كانت في المغرب أعتقد فكلامين لازم يعني لازم يتم تغييرها بطا فلسه بس فين بقى لسه كل الكلام ده وأعتقد أن التحد الأفريقي عندهم من الكياسة والهدوء والفطنة الكفاية أن هم يقدروا ياخدوا قرار صح في وقت صح لمكان البطولة ممكن يبقى أنا بأعتقد أنه ممكن يبقى أنجولا أنجولا بلد فيها فيها صلاة وبلد كمان فاينانشلي مستقرة وعندهم وعندهم والمستقل فني منتخب سئيل ومنتخب كويس بيحارب أنه يبقى وجود في كاس عالق وطبعا النائب الثاني من أنجولا اللي هو بيدرو فممكن يطلب يبقى برضو اقتراح أنها تروح أنجولا واتشيز برضو من الحاجات الأعتقد أنها ممكن يعني الموضوع ما بين أنجولا كوتفوار مصر يعني احنا جبنا لكم الآخرة وأنجولا كوتفوار مصر اشتركوا في القناة